أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى إعزائي المشاهدين خلوني أراحب بديو في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم إزاي كابتن شريف كابتن إسلام إزاي الحمد لله الحمد لله أيضاً النجم الكبير كابتن أحمد بلال إزاي كابتن الله الله خليك إزاكي سألو مخبارك الحمد لله كله تمام أشحوصيكم بقى النهاردة عشان النهاردة الحقيقة إحنا كلنا زعلانين طبعاً زعلان أنا ما عادش معهم لسه قبل ما قبل المباراة يعني فممكن يكون لا أنا أول مرة بنتفق كلنا اللي ليه في الكرة واللي ملوش في الكرة إحنا كنا بصدد مباراة لمصر مهمة جداً أنه عاد نفتح بطولة أفريقيا بأن المدرب ألف تشكيل يعني أو توسم في شكل معين لبعض اللاعبين خاصة لأم المحترفين يعني أنه عايز يدخلهم من ملعبه خلاص يعني هم يكونوا ليهم موجود فظلم بقية اللاعبة اللي هي بتلعب في نص الملعب واللعبة اللي بتلعب في الدفاع فملاقوش أي مساعدة زي ما يكون فرقة كلها خارج الفورمة بسبب تشكيل اللي هو حصل يعني ما عاد طبعاً الشناوي والوينش هم تحس إنهم وقفين على حيلهم شوية إنما اللاعبة كلها مش لايه أي تعامل مع بعض لدرجة إحنا أصيبنا كمان لعيبة تعوارت من الشكل اللي إحنا فيه ده لا ما عندناش أجنحة ما عندناش فرودة ما عندناش بسبب التشكيل بسبب التشكيل هي مش عافية إن أنت لعب محترف بلو ملعبش غير عشر دقيق من ساعة تريزيجي هل بتكلم عن تريزيجي أه تريزيجي أظلمه وحطه في حتة زي دي كمان ملوش أي هوية في الملعب هل بيدافع هل بيدافع هل بيدافع مش بتاعته كمان الابتكار ده يمكن مرموش إسلام ليه في الحتة دي إنه يخش وسليم وعملها شوية في النص ويبتدي تريزيجي هو اللي على الطرف يمكن تكون مبلوعة شوية حيث حد فيطر شوية مرموش زغير وبيحارب وبيدقر فغير طبعا مصطفى محمد علمين وصلاح جوا السويتشيات كمان لما أنت تحس إن حجاز بيمسك الكرة عندنا اللي هي الطويلة من إمتى منتخب مصر ما بيبصيش 3-4-5-6 كرة على بعض حاجة غالبة جدا مفيش لعيب لنقل للحرك محاج بنهل الحركة مفيش بليه متر بيزتلم عشان يطلع لك حتى طرف يمين طرف شمال يعمل لك تشيب لأي حد عايز يعمل سويتشات مدوش أي مساحة لأي حد غير إن هما نفذوا التعليمات بالحرف